حقبة موتسي تونج القتل فيها كان بسبب التحديث ولا أحد يفصل في مدرسة العلوم الإنسانية في الغرب بين التحديث والعلمانية إدخال أمة عالم علماني هو تحديث وبالتالي ضحايا التحديث في الصين 35 مليون موتسي تونج بص كده لأستحاد السويتين متقدم عنه في الصناعة قالها عمل معجزة قصادية تعمل معجزة قصادية زي عام قالك القفزة العظيمة إلى الأمان جوعه ونبن الصين كانت النتيجة أنه الناس في الريف ماتت من الجوع حرفيا وضعبهم أكل الطيل تسمع وصفه لطبيب يصف ما الذي يحدث لأمعاء شخص عندما يأكل الطيل ثم يتيبس في أمعائه ويموت بتمزق الأمعاء من الألم تدرك كيف أن فكرة الحداثة والعلمانية عندما فصلت عن المعايير الأخلاقية تحولت إلى ظاهير إرهابية موتسي تونج وصل الصينيين إلى حد أنهم كانوا يأكلون كل شيء يتحرك على الأرض وهذا من أسباب كورونا وأحد النقاشات اللي درت في الصين لما ظهر كورونا أن مجاعة ماو خلقت في الريف وفي المدن الصغيرة في الصين قناعة بأن كل ما يتحرك يمكن أكله من شدة وطقة الجوع الذي يعانوه أيام موتسي تونج ولم تتغير هذه العادات الغذائية فكانت النتيجة أنه السوء الذي حدثت فيه الموجة الأولى من العدوة جاءت بسبب هذا الأمر أنا سأتوقف أمام كمبوديا هو أحصاه ضمن أكثر الأنظمة قتلاً للمدنيين في القرن العشرين كمبوديا كان بيحكمها نظام شيوعي أراد إنشاء يوتوبيا ريفية وهذا له صلة بما تحدثنا عنه في سؤال سابق عن التصور اليوتوبي التصور المسيلي عملوا إيه بقى عشان يعملوا اليوتوبيا ريفية؟ كان اسمهم الخمير الحمر الخمير الروج واعتبروا أنه من يستحق الحياة فقط هو من يضيف إلى الحياة العمال وفلاحين وبالتالي الطوأ الوسطى متعلمين كلهم لا يستحقون الحياة فحصلت عمليات تطهير قتل فيها ما لا يقل عن مليونين من البشر في دولة عدد سكانها محدود جداً حتى أنه في وقت من الأوقات قتل الشخص إذا كان يرتدي نظارة بغض النظر عم معرفة أي شيء عنه لأنه بيلبس نظارة عنه بيقرأ خدوري يعتبر الأفغاني محمد عبدو ملحدين وده خليه برسياق الموضوع عشان مردخلش في خفاء الخنائي عشان متزعنيش أنا لا غير كده لا رأيه ده أنا رأيه صواب ربعا كلاهما كانوا ملحدين باطنيين لا أنا أنا مش شاف كده صحيح فكرة فكرة الحكم على إيمان بغض النظر بغض النظر أحكم على أحد نوع ملحد أو ملحد أو كفر أو مش كفر دي مسألة حتى دينياً وإسلامياً حسب قواعد الشارع الإسلامية موضوع يخطع إلى إجراءات طويلة وعرضة على القاضي وأمور مخدقة يعني والحكم ده عشان تسقط حكم عيني على شخص معين يعني وفي كلام وفي سماع واستتابة يعني موضوع طويل أو إجراءات طويلة يا مولانا بس الوصف المعرفي حاجة والفتوح أنا مش حالقة بيه هو راجل معرفش هم ملتو بيه كنت بتكلم علينا إحنا كمسلمين عندنا إجراءاتنا يعني أنا كمان لا أستغفل نفسي وأقول عندي الشواهد واحد اثنين تلاتة اربعة عشرة وأنا لا أصدر حكماً أنا لا أصدر حكماً أنا بصنفه هو صنفه معرفياً إنه من يقول هذا الكلام لا يكون على الإسلام منه كلام عن عقيدة بطنية وكلام عن إنه قال لا يقطع رأس الدين إلا بسكين الدين على الأرجح جمال الدين الأبغاني كان عامل روسي بعدها بسنوات يظهر ظابط استخبارات روسي قتل في بريطانيا يقول إنه أيمان الظواهري كان عامل روسي وإنه أحد اللازين أشرفه على تجنيده كان بوتن شخصياً عندما كان ضابط في جهاز الأمن السياسي أول من قاد محاولة انقلاب انقلاب الفنية العسكرية 74 صالح سرية آخر محطة ليه قبل دخول التنظيم الفنية العسكرية الحزب الشيوع قادرتك عايز توصل إيه عشان مش مفهوم أنا عايز أربط بس عايز سبك تربط هناك مصادر للفكر الذي يستبيح استخدام العنف ويستخدم ديباجات دينية لم يكن سوى حلقات اختراق للحركات الإسلامية وهم يتحملون المسؤولية على ذلك من أجل ماذا؟ مثيال شاه إيران 1896 ينظر إلى هذه الجريمة وصفها بداية الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط أو الشرق الإسلامي المحرد عليها جمال الدين الأمراكي دي تحقيقات رسمية باحتباره ثوريا ليقل ما هو هي دي الفكرة بقا ها هي دي الفكرة يعني الشيخ محمد عبدو انت عارف ان هو كان عايز يقتل الخديوي نفسه ما هو ديت رسا بقى عمريكا عليها لما نعمل حلقات إلي الخدوري ماشي الكاتب والمفكر الكبير الأستاذ ممدوح الشيخ نورطنة في منصة ذات مصر الله يبرك فيك وصفت العلمانية بأنها أصل الإرهاب الحديث نعم والحياة تروحها مدهشة يعني يبدو ان احنا صدقنا انه الإرهاب أصله إسلامي مع كتر التكرار تصدير هذا المفهوم فقعدنا الفترة الطويلة كده متكرنانين في حتة بنضرب بس ومهزومين ومطلوب مننا نحنا ندافع الإسلام جميل الإسلام حلوى جماعة الإسلام لكن حقيقة لفت انتباهي في أطروحة حضرتك في إنها جريئة لا ده العلمانية بقى هي أصل الإرهاب نعم يعني إلا هو ويلا وهسبتلك وبالدليل نعم اتفضل أنا عايز حضرتك تلخص لي الأول حضرتك أه لتروحها وبعد كده نتكلم في التفسير حضرتك هو البداية كانت مع عدد من مجلة الثقافة العالمية الكويتية وأنا بقيت حريص أكتر أنه على قدر الإمكان للمشاهد يعرف مصدر المعلومة بسبب الطبيعة السجالية والخلافية اللي حضرتك أشرت إليها في الأطروحة حتى يطمئن إلى مصدر المعلومة مجلة الثقافة العالمية مجلة راكية تصدر من المجلس الوطن للثقافة والأداب في الكويت وهي متخصصة في الترجمة فقط لكن لسنوات كان عندها عدد محدود من المراسلين بيرسلوا رسائل عن الأحداث الثقافية الكبيرة في عدد من العواصل 1989 الذكرى المتين للثورة الفرنسية رسالة مراسل باريس كانت صادمة وغيرت تفكير تماما تجاه العصر الحديث كله هو تحدث عن جدل يتشهد فرنسا آنذاك في ذكرى المتين للثورة الفرنسية مترافق مع صدور كتاب كان قد صدر قبلها بقليل وما زال يصير جدل اسمه إبادة جماعية فرنسية مؤرخ فرنسي من العيار الثقيل تناول بالتحليل وقاء حصلت 1792 و 1793 في منطقة في فرنسا بتسمى فندي او فندي ايه ارتكبت فيها أول إبادة جماعية في التاريخ الحديث قبل الهولوكست النازي وتحدث الرجل بوضوح عن الوجه الإرهابي للثورة الفرنسية ما أثار قدر كبير جدا من الجدل استمر للسنوات هذا المؤرخ رينالد سيشر كتابه ترجم مبكرا جدا إلى عدد كبير من اللغات وبدأ يحدث تأثير في الأوساط الأكاديمية في الغرب في تصور الثورة الفرنسية هل كان لها وجه مظلم بقدر أكبر مما كنا نظن أو لا ما كان معروفا عن الثورة الفرنسية حتى هذا الوقت أنه مرت بها فترة وصفت بحقبة حكم الإرهاب فترة صعود روبس بير وتلاميذه هذه الفترة كان المقصود بها بالأساس التعامل مع المخالفين السياسيين واستخدام المحاكم الاستثنائية لإعدام المعارضين لكن لم تكن لتسلط الضوء على إبادة جماعية قتل فيها ما يقرب من ربع مليون من المدنيين في هذا المكان وكانت واحدة من أكثر حوادث العنف وحشية في تاريخ فرنسا رجعت إلى أعمال الدكتور عبداللهب المسيري لأني تذكرت أنه في الصهيونية والنزلية ونهاية التاريخ عمل إشارة سريعة جدا لهذه الواقعة وبدأت البحث وراء هذا الأمر فبدأ يتكشف لي أنه وراء هذا التصور وراء هذا الأمر تصور شامل هناك مدرسة كبيرة في العلوم الإنجلوسكسونية في العلوم الإنسانية الإنجلوسكسونية في بريطانيا ولاحقا في الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أنه الثورة الفرنسية مسؤولة عن الاستبداد الشمولي الحديث وعن الإرهاب الحديث الإرهاب اللي بيستخدم أدوات حداثية مش الإرهاب التقليدي الذي عرفناه في عصور أقدم من التاريخ باختصار شديد صورة أن الثورة الفرنسية هي بداية عصر العقل وأنها حققت شعرها الإخاء والحرية والمساواة يتبين أنها لم تكن سوى أكاذيب ترددت طويلاً ورسخت صورة نمطية عن الثورة الفرنسية لا تعكس الحقيقة أنا هستشهد في بداية هذه الإجابة المختصرة باستشهاد واحد فقط وأنا الأول مرة بلجأ له رغم أني أنا مرات اتكلمت عن موضوع الثورة الفرنسية وعلى قتب الإرهاب لكن هذا السند أردت أن يكون لأول مرة معنا في هذه الحلقة ده مرجع خاص بحلف الناتو عن تعريف الإرهاب صدر 2020 نقرأ منه سطور قليلة جداً هو متاح على الإنترنت لمن يريد أن يراجع ما نقوله في هذه الحلقة صفحة 14 حرفياً يتحدث الدليل الخاص بحلف الناتو عن الإرهاب يمتد تاريخ الإرهاب على مدى ألاف السنين ودخلت كلمة إرهاب إلى المعجم الحديث خلال عهد الإرهاب إبان الثورة الفرنسية بين عامين 1793 و 1794 أنا ما أريده فقط أنه من يصف نفسه بأنه باحث متخصص في شؤون مكافحة الإرهاب أو الحركات الإسلامية بما أنه حضرتك كما أشرت في السؤال الأول أن الإرهاب أصبح يلصق بالإسلام بشكل جزافي أن يقدم للقارئ المعلومة ويترك له تفسير المعلومة الإرهاب لم يظهر مع عسامة بلادن ولا مع تنظيم القاعدة ولا مع افتيال السادات ولا مع تنظيم الفنية العسكرية هو ظاهر أقدم وأكثر تنوعاً وقصره قصراً وحصراً على الإسلام المتشدد وهذا الأمر أيضاً يحتاج إلى تفكيك هو نوع من التضليل لنتفق على أن ثمة أعمال إرهاب حدثت في السنوات الخمسين الماضية استخدمت خطاباً إسلامياً لكن ينبغي توسيع الحقيقة التي تعرض على الناس الإرهاب اللفظ دخل المعجم بسبب السورة الفرنسية حضرتك دي أطروحة يعني معلمها كاملة وكانت على يد أو على لسان غربيين كثيرين كثيرين وسنتعرض لأسماء وكتب محددة حضرتك شايف أن دي فيه ربط بين العلمانية والإرهاب دي يعني أطروحتها محددة المعالم وعشان فيه ناس كتيرة حتتكلمني أنه ممكن حد يقول أن ده مجرد يعني استنباط أو اختطاف لبعض الفقرات أو بعض الأشياء التي نزعت من سيقه أنا حريص هنا أن أنا أفهم أن دي أطروحة كاملة متكاملة نقدر نواجه بها العالم طيب السورة الفرنسية رمز الليبرالية نعم ودي يعني معلش إحنا تربينا على أنها يعني مشعل الحضارة والتنوير حضرتك لما حطتها أو اتهمتها يعني بنهارت أول ما ارتكبت هولوكوست كامل أبادت فيه ربع مليون ده مش تجني على السورة الفرنسية يعني هي بس كانت كده سؤال مهم يعني هي بس كانت كده وسأخلي بالك القتل في إطار السورات المسلحة ده مبرر وخاصة لما بتيجي من دول أو في خلال سورات مقدر شقيسة عليها يعني شوف فكرة أنها مبررة أنا أتحفظ حضرك تستخدم اللفظ الذي تحبه لكن هي ليست مبررة لأنه المشروعية الأخلاقية ليست بالتأويل المشروعية الأخلاقية تتطلب أن تكون مطلقة وفيها نواصل بيمكن الإمساك بها وإلا فسندخل في حالة من الاستباحة الشاملة مسألة إنها الليبرالية دي مسألة في منتهى الأهمية أنا لاحظت في السنوات القليلة الماضية إن الليبرالية طرأ عليها تحول خطير جدا انتبهت بعد قراءات وسأت له لك مقتطف مهم جدا إنه هذا إعادة إنتاج للفترة المأزومة من تاريخ الصورة الفرنسية 1792 1793 1794 هذه السنوات العصيبة في تاريخ فرنسا الآن نحن أمام الليبرالية وعدت الناس بأنها سوف تفتح الباب إلى صوابات متعددة أصل الليبرالية إيه؟ إذا جردناها من كثير من التعريفات المعجمية المغلقة يعني أنها تعطي الفرد وكذلك المجتمع الحق في أن يفك قيود العقائد المطلقة السابقة سواء كان بسبب شكه في صحتها أو لأنها أصبحت تتعارض مع إرادته الحرة وبالتالي أصبح هناك بدل الصواب الواحد صوابات متعددة حتى أنه في قمة جموح الليبرالية الغربية وبخاصة في أوروبا شاهدنا قدر كبير جدا من الهجوم على العقائد الدينية بمنتهى الترحاب وصولا إلى أنه مؤرخ زي إيميل لودفج ينشر كتاب عن المسيح ينفي وجود المسيح ببساطة باعتبار أن هذا من مقتضيات الليبرالية هذه الليبرالية نفسها الآن تحول الصواب إلى مسألة تحمية القوى المسلحة لأول مرة في التاريخ يعني شوف اللي بيحصل النهاردة في أمريكا في الصراع على ألفاظ معادات السامية وفلسطين والهولوكوست اللي في غزة تكتشف أنه انتقلت من السماح بصوابات متعددة إلى محاولة إكراه العالم كله على صواب واحد في فضاء السوشيال ميديا في مظاهرات الجامعات في أن دولة في حجم ألمانيا تشرع أن من يحصل على جنسيتها يجب أن يقر بحق دولة أخرى في الوجود يا إسرائيل أنت أمام حالة من حالات انتكاس الليبرالية بشكل يتعارض تماما مع صورتها التي عرفناها خليني هنا أقول لحضرائك مقتطف أنا أعتقد أنه مهم جدا وزاكي جدا باحث وأنا مرة نشارت المقتطف وفجأت بأنه حد بيحرر النص فوصف بأنه محررة باحثها أنا معرفش هال الاسم في الإنجليزية اسم زاكر أو أنساء أليسون إم تانر باحث أو باحثها في جامعة فلوريدا الأمريكية عمل ورقة زاكية جدا قال لماذا انحطت رؤية اليعاقبة عن المدينة الفضيلة إلى الرعب اليعاقبة هم التيار الأكثر تشددا في الثورة الفرنسية بزعامة روبسبير وكانوا قبل الثورة وفي الفترة الأولى منها يتحدثون عن مدينة فاضلة عن يوتوبيا ثم تحولوا إلى أكثر القتلة وحشية في التاريخ هو بيسأل إيه اللي يخلي رؤية بالمثالية دي تنحط إلى درك هذا القتل وده سؤال وجيه وده فيه إشارة لسؤال حضرتك دي اللي برالية معقولة اللي برالية تقدل كده آه الدراسة اللي هو عملها بتقول أنه تاريخ الثورة الفرنسية بيؤكد أن فيه وجهتين نظر متنازع عليهم أنها ثورة قدمت شيء إيجابي للتاريخ والبعض الآخر يرى أنها بلورت نموذجا للقتل في التاريخ لما نوصل لمرحلة متأخرة أخرى عند جي برادفورد دي لونج هنكتشف أنه بيعتبر أنه هتلر مسؤول عنه الثورة الفرنسية وستالين مسؤول عنه الثورة الفرنسية وماوت سيتونج مسؤول عنه الثورة الفرنسية بكل ما ارتكب من خطايا وما قتل من مدنيين هو بيقول أنه في السنوات التي سبقت الثورة طور لعاقبة رؤية طباوية لم تكن اختراعا جديدا بل مزيج من أفكار فلاسفة ومفكرين ومنظرين سياسيين قبلهم أنا أقرأ نصا عمدا على فكرة أنا أستطيع رواية القصة أو الفكرة بلغتي لكن لأنه أصبحنا تحت وطء التشكيك متكرر فالراجل بيتكلم عن إيه؟ الباحث بيتكلم عن إيه؟ إنه هذه اليوتوبيا انتهت إلى 17 ألف عملية إعدام خارج القانون غير مجزرة فاني وهنا بقى بيقول حاجة خطيرة جدا مهمة لنا في العالم التالت كيف يتحول أشخاص بدأوا مشوارهم السياسي يعني يبشرون الناس بيوتوبيا أو بنجاح أو بشيء إيجابي ويتحولون إلى سفحين بيقول إن فيه ست سمات رئيسة لهذه النظرية تتكرر في التاريخ الأول إنه هذه الفئة من الناس أو هذا الزعيم لديه خطة لمجتمع مثالي منشود ثانيا تقدير منخفض لقدرة غالبية السكان على الامتسال للإملاءات عدم الثقة بالشعوب الحديث عن الشعوب شعوب سلبي على إنها كسلانة وعلينا بتنتجش وبتشتغلش هذه الرؤية هذا المرض قديم اللي عاقبة كانوا أول ما النظروا إلى الشعب الفرنسي بهذا الشكل وتكرر الأمر في العالم التالت إنه تيجي نخبة هتلر نفسه لما قرب على الهزيمة اعتبر إن الشعب الألماني لم يضحب بما يكفي هذا درس مهم جدا كيف ينحرف الليبرالي إلى سفاح واحد إنه يكون عنده خطة المجتمع مثالي عنده تقدير منخفض لقدرة الناس على تنفيذ الإملاءات الإمام بوجود مجموعة صغيرة من الأفراد يفهمون المخطط ويلتزمون بشدة بتحقيق أهل الثقة إنه الروباسبير حوالي مجموعة من الناس بيقلهوا بيقدسوا وهم دول الواحدين القادرين على تنفيذ المخطط المثالي الذي يرى دعم استيلاء هذه المجموعة وهذه الأقلية على السلطة السياسية استخدام الدولة وسيلة لإقراه السكان وإعادة تسقفهم والإملاء عليهم نظرية التمثيل المميز دي النقطة الأخيرة التمثيل المميز يعني إيه؟ يعني أنا الذي أعبر عن الشعب لا أشكال التمثيل النيابي ولا صندوق الانتخابات ولا غيره وبالتالي هؤلاء يبنون لأنفسهم فقاعة تجعلهم يفكرون في إن الليبرالية تتحول من إعطاء الحق للناس في الاختلاف إلى ما لها أي اختلاف معه وروبسبير نزل على هذا المنزلق في البداية صنع جماهريته بالدعوة إلى سياسات لبرالية اجتماعيا وسياسيا وتجاريا وما إلى ذلك بمجرد أن أصبح في السلطة قرر أن كل هذا انتهى وأنا وحدي أملك الحقيقة المطلقة وأنا سوف أعلم الشعب الفرنسي وأثقفه وأغيره وأملي عليه فتحول إلى هذا السفاح هذا درس ليس افتراضيا اتهام ليس من عندياتنا خارج من أوراق التاريخ أن الليبرالي المتطرف عرض لأن يتحول إلى إرهابي أنا شفت شخص وهو صديق عمر قديم تجمع بنا صداقة لعشرات السنين بيتكلم على التلفزيون عن دولة عربية هو سعيد جدا لأن حاكمها لما قرر إنشاء التلفزيون وبعض المحافظين وهو بصفهم بالمتشددين الدينيين كانوا بيحرموا إنشاء التلفزيون أو استخدامه الملك أمر بقتل أي شخص يحاول أن يعرق البناء محطة التلفزيون فهو كان شعي جدا مثلا وإن الحداثة يمكن أن تفرض على الناس من أعلى العلامة الرائع أبو يعرب المرزوقي وهو رجل أحبه كثيرا وتعلمته منه كثيرا لخص هذه الكارثة في سلسلة مقالات في القدس العربي اللندنية سنة 99 في عنوان عبقري البهائية المتخفية والتحديث الاستبدادي فرض الحداثة من أعلى بالقوة على الناس لا كخيار أو شكل من أشكال الإغواء بل كقدر حتمي يجوز إبادة الناس لأجلهم وصلنا النهاردة لنتانياهو الذي يعتبر أن القتل الجماعي وسيلة للدفاع عن الحضارة وإذا ترك البرابرة دون أن نقتلهم فسوف تنهزم الحضار ويخطب الغرب بذلك ويخطب الغرب بذلك طبعا باعتبار أن هذا خطاب مقنع يعني مفهوم عند الغرب له أنصار هو ليس خطاب مقنع لكن له أنصار طيب فيما يتعلق بالمثالي أو اليوتيوبي ألم يكن لدينا نحن كعرب أو مسلمين أمثال ذلك اليوتيوبي الذي يتحول إلى سفاح كان عندنا طبعا أنا أعتقد أنه المزاج الفرانكفوني الفكري لقيادات البعث العراقي والسوري وبعض الجماعات والطيارات أدت إلى هذا أن يظهر لدينا السفاح النبيل الرجل الذي يسفك الدماء وهو يتصور أن سفك الدماء لا مناصة منه لأجل بناء الحضارة شوف في عمل يشار ليه بيعتبر أنه عمل مرجعي أسس التقدم عند مفكر الإسلام للعلمة الدكتور فهمي جدعان ورغم أن الرجل من ناحية المرجعية الفكرية أنا أختلف معه كثيرا لكن أشهد أن هذا الكتاب أصبح من أمهات الكتب في المكتبة العربية من الأفكار الخطيرة جدا التي قالها أنه وجد كتابات في القرن 19 تتبنى فكرة أنه يجوز إبادة ثلثي الشعب لإصلاح الثلث الآخر والبعض نسب هذا إلى فقيح حنفي متأخر يعني حتى مش مشهور ليس من فقهاء الحنفية الكبار طبعا نقل مثل هذه الاجتهادات من كتب التاريخ هكذا مع وجود أمة تنتج خطابا فقهيا على مدى 1400 سنة من غانا إلى إندونيسيا هذه خطيئة علمية لكن هو سجل لنا أن هذه الفكرة تسربت إلى الثقافة الإسلامية على الأقل فيها ومشها وأصبحت تمثل تصور يمكن أن يتبنى لبعض الإصلاح وخلينا أقول لحضرك هنا أنه هذه الأفكار جميعا أتت من الغرب وجرى البحث عن ما يؤيدها في التراث الإسلامي يعني مثلا أرى لك مقتطف وحيد وسريع في سنة 1898 كتب هاينريش فون تراشكي خبير ألماني في العلوم السياسية أن القانون الدولي يصبح كلام فارغ إذا أردنا أن نطبق مبادئه على الشعوب البربرية وهذه الفكرة لم تتغير حتى اليوم ما يحدث في غزة يقول هذا أن الشعوب البربرية ليس لها حق في القانون الدولي من أجل معاقبة قبيلة من الزنوك يجب إحراج قراها ولا يمكن إنجاز أي شيء من دون أن نصنع أمثولات من هذا النوع لما تاخد العبارة دي وتحاول تطابقها في المضمون والمحتوى مع خطاب نتانياهو تكتشف أنه تمثيل للغرب في أعلى درجات العدوانية للسعمارية وأنه يمثل للغرب عندما أعطى ظهره للمسيحية والقيم الدينية هو يتمسح في الدين اليهودي ويستخدم مصوص من التوراة أنا تحدثت عنها كثيرا وبعتبر أن التوراة عندما دخلها المكون الوثني وحرفت قدمت لهؤلاء السفاحين ما يريدون بالضبط يعني أنا كمسلم أشعر الآن وقلت هذا مرت وأقرره بحجم نعمة رب العزة سبحانه وتعالى علي بالقرآن وأنهم حفظوهم من التحريف يعني رب العزة سبحانه وتعالى قبل أكثر من 1400 سنة أخبرنا عند اليهود أنهم يقولون ليس علينا في الأمين سبيل معناه أنه دماءهم مستباحة وأعراضهم ومن لناه منهم فليس حراما هذا المنطق في الاستباحة لم نكن نعرفه عن بني إسرائيل لأنهم لم يكنوا في موضع قوة حتى يستبيهوا أحدا المسلمين عرفوا بني إسرائيل في المدينة مصطرفين وهزموا وتريدوا وما إلى ذلك لكن هذه العبقرية وهذا الإعجاز في كشف القرآن الكريم عن الطريقة التي يتعامل بها اليهود المتأخرين يشير إلى لعبة قبعات فكرة كانت وثنية ثم ألبست ثوب التوراة ثم استخدمت في الحركة الاستعمارية في الغرب والآن يعاد انتجها في أرض المنطقة العربية ولهذا السبب أنا أعتبر أن هذا النقاش ليس طرفا يعني أحد الأصدقاء مرة قال لي يطلع الارهاب علماني والديني ده طرف لا اربط ما تسمعه الآن بما يحدث في غزة وخطاب نتانياهو تكتشف أننا نحتاج فعلا إلى إعادة نظر في فهم الإرهاب وبخاصة إرهاب الدولة لما ربطت أنت بين العلمانية والشموليات الحديثة شوعية وماوي هذا موضوع خطير على فكرة هذا موضوع خطير شوف أنا لا أدعي لنفسي الفضل في هذا ينسب الفضل إلى أهل في رحلة البحث اللي كانت غير مرمجة مسبقا أنا ما كنتش بدور عشان أكتب كتاب أو مقال أحقا أنا أصبح أمامي قضية وأريد استخشافها فبدأت بدايات بحثي بالإنجليزية الأول مرة في حياتي في 2002 لم أكن قبلها أتعامل مع مصادر بالإنجليزية وقعت على نص لمفكر أمريكي قد أكون مبالغا لكن أنا بعتبره من أهم المفكرين في العالم جي برادفورد دي لونغ هو رجل اقتصادي وتولى مناصب مرموقة جدا في الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وكتب مجموعة من الكتب أهمها كتاب اسمه التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين والفكرة زكية أنك تعمل تاريخ اقتصادي لمائة سنة بهذا الشكل خصص فصل عن علاقة التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين بالإبادة الجماعية مكشف عن أشياء مدهشة قال إيه قال إنه أنا اعتمدت على باحث أمريكي قبلي اسمه أرجي روميل أرجي روميل ده عمل مهمة سوداوية ومكئبة إنه تولى إحصاء كل المدنيين الذين قتلتهم حكوماتهم خارج ميدين الحروب الأرقام التي سوف يسمعها المشاهد الآن ليس لها صلة بضحايا الحرب العالمية الأولى ولا التانية هؤلاء ضحايا حروب ولا الحروب القومية الضحايا الذين أحصاهم ضحايا بسبب التصور الاقتصادي الذي أرادت الدولة أن تفرضه ومن هنا عمل جي برادفورد ديلونج نقلا عن أرجي روميل جدول بالأنظمة الأكثر قتلا في التاريخ الحديث وأصبح هناك تيار في العلوم الإنسانية الغربية يعتبر القرن العشرين قرن الإبادة رغم أنه ينظر إليه على أن القرن الذي وصلت إلى البشرية في قمة العلم والأنظمة اللي بتعتمد على الحكم الرشيد هو بيقول أنه النظام السوبيتي أتل 61 مليون شخص مدنيون قتلوا بعيدا عن ما يدين الحروب وهو رقم مرعب وحطوا ده في الميزان وحطوا في الميزان عدد قتل أي نشاط لجماعة دينية إسلامية صد خطاب إسلامي يعني انتهجت الإرهاب وهي تستخدم خطابا إسلاميا والخطأ لا يبرر الخطأ حتى لا يفهم أحد أن أنا نزل بالعدد فقط مجرد قتل شخص من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتل نفسا بغير نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ده المعيار الأخلاقي في القرآن وأنا أتبنى لكن لو بتأسم بالعدد بقى لو بتحسب بالعدد عدد قتل القاعدة قد إيه والواحد وستين مليون اللي قتلهم النظام السوبيتي دول كم ضعف طيب النظام التالي النظام الصيني خمسة وثلاثين مليون حقبة موتسي تونج القتل فيها كم سبب التحديث ولا أحد يفصل في مدرسة العلوم الإنسانية في الغرب بين التحديث والعلماني إدخال أمة عالم علماني هو تحديث وبالتالي ضحايا التحديث في الصين خمسة وثلاثين مليون موتسي تونج بص كده لأتحديث سوبيتي متقدم عنه في الصناعة قالها عمل معجزة اقتصادية تعمل معجزة اقتصادية زي عام قالك القفزة العظيمة إلى الأمام جوعه ونبن الصين فكانت النتيجة أنه الناس في الريف ماتت من الجوع حرفيا وضعهم أكل الطين تشوف له سائقيات وهي كثيرة جدا اللي متاح عن الموضوع ده وتسمع وصف لطبيب أنا شوفت هذا مرات يعني لأنه أنا مهتم بالمرحلة دي يصف ما الذي يحدث لأمعاء شخص عندما يأكل الطين ثم يتيبس في أمعائه ويموت بتمزق الأمعاء من الألم تدرك كيف أن فكرة الحداثة والعلمانية عندما فصلت عن المعايير الأخلاقية تحولت إلى ظاهر إرهابية موتسي تونج وصل الصينيين إلى حد أنهم كانوا يأكلون كل شيء يتحرك على الأرض وهذا من أسباب كورونا وأحد النقاشات اللي ضرت في الصين لما ظهر كورونا أن مجاعة ماو خلقت في الريف وفي المدن الصغيرة في الصين قناعة بأن كل ما يتحرك يمكن أكله من شدة وطقة الجوع الذي يعانوه أيام موتسي تونج ولم تتغير هذه العادات الغذائية فكانت النتيجة أن السوء الذي حدث فيه الموجة الأولى من العدوة جاءت بسبب هذا الأمر فأنت تتحدث عن قتل حقيقيين النظام النازي أتل ما يقرب من 30 مليون وليس الله وصله بالحرب وعامل قيمة أنا أتوقف فيها عند كمبوديا لأن كمبوديا أتلت لي بسبب اليوتوبيا تفضل أنت كامل يا سنة أنا سأتوقف أمام كمبوديا هو أحصاه أار جي روميل الذي نقل عنه جي برادفوردي لونغ ضمن أكثر الأنظمة قتلاً للمدنيين في القرن العشرين كمبوديا كان بيحكمها نظام شيوعي أراد إنشاء يوتوبيا ريفية وهذا له صلة بما تحدثنا عنه في سؤال سابق عن التصور اليوتوبي التصور المثالي عملوا إيه بقى عشان يعملوا اليوتوبيا ريفية كان اسمهم الخمير الخمر الخمير روج واعتبروا أنه من يستحق الحياة فقط هو من يضيف إلى الحياة العمال وفلاحين وبالتالي الطوأ الوسطى متعلمين كلهم لا يستحقون الحياة فحصلت عمليات تطهير قتل فيها ما لا يقلعا مليونين من البشر في دولة عدد سكانها محدود جدا حتى إنه في وقت من الأوقات قتل الشخص إذا كان يرتدي نظارة بغض النظر عن معرفة أي شيء عنه أنه بيقرأ يعني حد مجهول للأفكار يعني عزين منتجين فقط أنا هارل حضرتك مقتطفات من مقال لرجل رحمة الله عليه كان كاتبا أنيقا في مظهره وفي كتاباته أنا التقته في الأهرام فشعرت أنه شبه مقالاته أستاذ محمد عيسى الشرقوي رحمة الله عليه كان بيعمل زاوية في الأهرام فكرية راقية جدا لمن يريد أن يرجع إلى نص المقال هو منشور في 8 أغسطس 2011 الرجل الثاني والأقنعة المراوغة بيقول أن الجريمة اللي حصلت في كمبوديا جريمة إبادة وحشية لنحو مليوني مواطن لا تزال تبوح بأسرارها الشيطانية منذ جرت وقائعها في منتصف سبعينات القرن العشرين وتنعقد هذه الأيام محاكمة لأربع من الضالعين في اغتيال المواطنين وقتها كانوا عاثروا في الأدغال على أربع أشخاص من قيادات الخمير الحمر فضلوا هربانين في الغابات لسنة طويلة جدا ولقوهم وقد وصلوا إلى سن متقدمة لكن الأمم المتحدة بسبب بشاعة الجريمة أنشأت محكامة جنائية دولية خاصة لهم بيقول بقى بقصد كشف حقيقة نظام بول بوت الهمجي الذي اختطف في كمبوديا من 75 ل 79 اكتحت ميليشيات بول بوت بينهم بيننا العاصمة وأسقطت نظام المرشال لون نول وكان هذا المرشال أطاح بحكم الأميرسي هانوك إلى آخره المهم بقى في اللي بيحصل هنا الألية تمت إزاي؟ بيقول صدرت الأوامر الصارمة بإخلاء العاصمة ونزوح سكانها إلى المناطق الريفية واغتيال المثقفين والمهنيين تحت شعار الانتقام الطبقي وحتى يمكن الاقتراب من تفاهم الأفكار الحمقاء والهوجاء لعصابة بول بوت قد يمكن القول إنهم كانوا يستهدفون تطبيق نظرية شيوعية من نتاج بنات عقولهم والمريضة نظرية كانت ترى أن المناطق الريفية وحدها هي التي يتحقق فيها الفردوس المنشوط فكرة أن هناك يوتوبيا عالم مثالي والريف والعالم المثالي والمدن هذه تعيش بشكل طفايلي على تعب وعرق أهل الريف فيجوز إبادة أهلها أنا أتوقف أمام هذه الواقعة لسببين السبب الأول أنه من القضايا التي ضخمت فكرة الإرهاب الإسلامي أن هناك رغبة في عدم لا تربي إرهاب الدولة العالم العربي لا يعرف مصطلح إرهاب الدولة رغم أن استخدام الإرهاب على يد الدولة كوسيلة للحكم عرف في الثورة الفرنسية وفي حكم موت سيتونج وفي حكم ستالين وهناك طابور قائمة طويلة من الكتب في المكتبات الغربية عن إرهاب ستالين بوصيه إرهاب صانع قرار وهذه مسألة شديدة الأهمية التركيز على إرهاب الجماعات التي لا تمثل مشروعية سياسية ما ولا تمثل سلطة في دولتها يعمي الأعين عن حقيقة أن الدولة إذا استخدمت القوة بأس الشكل فهو إرهاب دولة والطور الطويل من النظم الشمولية التي أشرت إليها حضرك في سؤال سابق والربط بينه وبين الثورة الفرنسية الذي أول من قال به جي براتفوردي لونج وهو قال بوضوح أن موت سيتونج تسأل عنه الثورة الفرنسية جوزيف ستالين تسأل عنه الثورة الفرنسية أيضا النظام النازي يدول في هتلر من ناحية القيم ومن ناحية المعيار الأخلاقي الذي أدى إلى استباحة الدماء دايما الاتهام بيبقى الجماعات وهو أفراد نعم لكن الدولة باعتبر أن قوة الدولة قوة مشارعنات ومسر الشعوب هذا سؤال الأخلاقي مهم آه لكن وبالتالي هي برة هذه الدائرة وفكرة المصلحة الوطنية العليا التي أرستها السورة الفرنسية لكنها لها توصيف سياسي آخر آه وهذه مشكلة أخلاقية تحتاج إلى حل بعض المقارنات وأنا كتبت هذا في مقال في العربي الجديد بين قصف حماة السورية على يد نظام السوري للتخلص من معارض نظام الأسد بتدمير غزة هذه إساءة للعالم العربي كله وهذه المقارنة حدست في الصحفة الإسرائيلية لماذا تتباكون على غزة إذا كان الأسد وهو رئيس الدولة العربية دمر حماة وأبت سكانها هنفضل طول الوقت يعني من إرهاب ديني وإرهاب علماني المسألة ملهاش وجوه أخرى خليني أقول لحضرك بس حاجة من المهم أن نقف عندها في مسألة التقاطع المفصلي بين الإرهاب الديني والإرهاب العلماني المنطقة العربية متهمة منذ ما يقرب من خمسين عاما بأنها تنتج الإرهاب وتصدره إلى العالم وألصق هذا بالتدين المتشدد وأنا أستخدم مصطلحات السردية الشائعة جدا طيب أنا عندي وقع في باحث وأنا أعرف شخصيا وحضرك تعرف شخصيا دكتور هلينسيرة دكتور هلينسيرة حصل على درجة الدكتورة من جامعة القاهرة من كلية دار العلوم على تحريفات نصوص ابن تيمية في كتابات من يسمون بقيادات الجماعات الإسلامية المتطرفة قيادات الجماعات الإرهابية وبالتالي حتى فكرة الإحالة على الحنابلة المتأخرين وبصفة أخص ابن تيمية تكشف الدراسة المنهجية الدقيقة الهادئة أن نصوص التي اعتبرت تبريرا للإرهاب عنده قسم كبير منها حرف عند رقل من مصادر الأصلية وعلى الطيار الآخر على فكرة يعني الطيار العلماني حرف أيضا في مقولات ابن تيمية طبعا هذه مسألة أؤكدها لكن نحن هنا أمام درجة أكاديمية حصل بها على الدكتورة من جامعة عريقية جامعة القاهرة من كلية دار العلوم هي قلعة من قلعة الدراسات اللغوية والشرعية وموضوع الدراسة هو هذا أنه إلى أي حد تم تزوير وتحريف نصوص منسوبة إلى الإمام ابن تيمية حتى يتم تحميل التشدد الديني بتعبيرهم المسؤولية عن كل الإرهاب هذا ابتصار وابتصار وبالتالي عندما تقدم مقدمات خطأة من الطبيعة أنت كنت تقول خطأة أنت تتحدث هنا هل الجامعات المسؤولة عن هذا ما هي المسؤولة عن هذا التحريف مسؤولة طبعا قادة هذه الجامعات مسؤولة لكن هندخل في دوامة يعني مثلا خلينا أقولك أنا دلوقتي شغال على ترجمة كتاب غالبا لن أنشر ترجمة كاملة هنشر قراءة فيه صدر سنة 66 لمستشرق بريطاني شهير جدا اسمه إلي خدوري وإلي خدوري هذا قرأت إحالات عليه في عدد كبير جدا من الدراسات لأنه أنا مهتم بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكتاب عنهما في عنوان الكتاب الأفغاني وعبده في الكتاب أفغاني وعبده بس؟ لا ده بقيت العنوان النموذج يعني يعني هو الرجل مستخدم تعبير ريليجيس أم بليف ريليجيس أم بليف يعني الكفر الديني أو عدم الإيمان الديني ويعتبر أنهما نموذج لعدم الإيمان الديني وتأثيره في الفعلية السياسية طبعا كثيرون اختصروا الأمر لسنوات طويلة في أنه خدوري يعتبر الأفغاني محمد عبده ملحدين وده خليه برسيق الموضوع عشان ما ندخلش كيفية الخنائق شب ما تزعنيش أنا لا غير كده لا هو طبعا ورأيه ذا أنا رأيه مصواب طبعا كلاهما كانوا ملحدين باطنيين لا أنا بس دي مستخدم مش المسألة دي أصلاح فكرة كامل بس يعني فكرة الحكم على إيمان أي انشاء بغضل نظر بغضل نظر أصلاح هيك أنه أحكم على أحد أنه ملحد أو مش ملحد أو كافر أو مش كافر دي مسألة حتى دينياً وإسلامياً حسب قواعد الشارع الإسلامية موضوع يخطع إلى إجراءات طويلة وعرض على القاضي وأمور يعني والحكم ده عشان تسقط حكم عيني على شخص معين يعني وفيه كلام وفيه سماع واستتابة يعني موضوع طويل أو إجراءات طويلة كنت دخلتنا في قصة غير القصة لا ما أنا فاهم ما هو برضو أنه يحكم هو رجل هو رجل هو أطلق حكم يا مولانا بس الوصف المعرفي حاجة والفتوح أنا مش حلقة بيه هو رجل مغرف شنو مليتو إيه كنت بتكلم عنينا إحنا كمسلمين عندنا إجراءاتنا يعني ما أنا كمان لا أستغفل نفسي وأقول عندي الشواهد واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة وأنا لا أصدر حكم أنا لا أصدر حكم أنا بصنفه هو صنفه معرفياً أنه من يقول هذا الكلام لا يكون على الإسلام منه كلام عن عقيدة بطنية وكلام عن أنه قال لا يقطع رأس الدين إلا بسكين الدين وأشياء المهم أنت خرجتنا من سياق الموضوع وهتجيب ده القصة الحلوة نازمنا في معنام الفئة حلقة القدال مهم جداً هو بيقول إيه الرجل بيقول أنه من المعطيات اللي هو وصل إليها والكتاب منهجيته عالية جداً يعني من الواضح أنه بازا الجهد غير عادي في التدقيق أنه على الأرجح جمال الدين الأبغاني كان عامل روسي طيب بعدها بسنوات يظهر ظابط استخبارات روسي قتل في بريطانيا يقول أنه أي من الظواهري كان عامل روسي والكلام أصبح له درجة من المصدقية وأنه أحد اللي يزين أشرفه على تجنيده كان بوتن شخصياً عندما كان ضابط في جهاز أمن السياسي أول منقاد محاولة انقلاب انقلاب الفنية العسكرية 74 صالح سرية آخر محطة ليه قبل دخول تنظيم الفنية العسكرية الحزب الشيوع المنقلبين من الشيوعيين العرب الذين يتحولون حضرتك عايز دموصر عشان مش مفهوم أنا عايز أربط بس عايز سبك تربط هناك مصادر للفكر الذي يستبيح استخدام العنف ويستخدم ديباجات دينية لم يكن سوى حلقات اختراق للحركات الإسلامية وهم يتحملون المسؤولية على ذلك من أجل من أجل والقواعد أنا أكمل بس كلام القواعد شيء والقيدات شيء آخر الشخص الذي ذهب إلى مثل هذا التنظيم يصدق الشعارات المرفوعة ويتعامل مع الموضوع بمنطق من يخلص لهذه الفكرة اتحمل نتيجة خطأ ومخطئ لأنه أنا شخصيا بتوقف عند أنه تحول تنظيم القاعدة إلى الجبعة العالمية لقتال يهود والصليبيين لم يكن إلا لخدمة المصالح الروسي وهو غير شكل القاعدة وتوجهها وأهدافها وأليات عملها وكل شيء انقلاب لم يكن مفهوما تورط بعض الدول يعني أنت هتجريني اللي مساح الحقيقة أنا أتمنى أن نحن نخصص لها حاجة أخرى أنه عندي هنا شهدتين على حزب العمال الكردستاني في منتهى الأهمية اتنين من من سبق لهم أن عاملوا في حزب العمال الكردستاني كمقاتلين واحد فيهم حصل على درجة الدكتوراه بموضوع الاستشهادي العلماني كيف يقرر شخص علماني أن يتصرب منطق الاستشهادي في الحركات الدينية المتطرفة حصل بها كام من كوادر الحزب وبيتكلم عن البنية الزهنية التي رأها في تنظيم حزب العمال الكردستاني وقت أن كان فيه هذا الحزب يحصل بدعم دول عربية ويستخدم سياسيا من دول عربية وبالتالي القضية ليست الإرهاب لو القضية فعلا مقاومة الإرهاب لم تكن دول عربية التي تتورط مع حزب العمال الكردستاني القضية هي استخدام سياسي للملف الإرهاب إحدى القضايا المعرفية الكبيرة التي ينبغي أن يبذل فيها جهد أكتر تجرداً الخلط بين الإرهاب والمقاوم دعاً كفكرة حتى استخدام الإرهاب في محاولة الوصول للسلطة سنستمر في إيدانته لكن في الغرب الآن طيار كاسح داخل المؤسسات البحثية وداخل البرلمانات ومؤسس صناعة القرار يعتبر أنه كل من يقاوم إسرائيل هو إرهابي ويعتبر أنه لا مشروعية للمقاومة الاحتلال هذا أمر حتى القانون الدولي في صفه بدلاً من هذه المعركة ننشغل بهذه المعركة اللي أنا كنت متخيل أنه ممكن يكون بقى ربط في تريد أن توصله أن المخابرات الروسية أو المخابرات الأمريكية أو المخابرات حتى الإسرائيلية ممكن تعمل على تجنيد هؤلاء القادة من أجل وصم الإسلام بالإرهاب ده أحد الأهداف ده أحد الأهداف يقيداً وتحقيق أهداف سياسية مباشرة هو الأمريكان خسروا قليل بسبب القادة الأمريكان مروا بزلزال من ألفين وواحدة ومن بعد ده أرجع لجمال الدين الأفغانية لكي نبقى في السياق للموضوع أنه هناك حديث عن أنه ظهر الإرهاب بعد ظهور أشكال تنظيمية معينة في مصر واعتبار أنه من مصر صدر إلى العالم طيب أنا عندي هنا نص اللي كتبه الأستاذ حسين أحمد أمين هل تذكر الاسم؟ السفير حسين أحمد أمين كان لبرالياً حياةً ومماتاً وكان الحياة الراجل لا يقلو جهداً في الهجوم على كل مظاهر الإسلامية في أي شيء نشر مقالاً في منتهى الأهمية في 15 نبنبر 2002 في جريدة الحياة اللندنية وفي المقال أول ترجمة عربية للتحقيقات الرسمية في اغتيال شاه إيران 1896 وينظر إلى هذه الجريمة وصفها بداية الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط أو الشرق الإسلامي المحرض عليها جمال الدين الأفغاني دي تحقيقات رسمية باحتباره ثورياً ليكن ما هو هي دي الفكرة ما هي دي الفكرة يعني الشيخ محمد عبدو أنت عارف أنه كان عزقة الخديوي نفسه ما هو دي خصة بقى أمريكا عليها لما نعمل الحالة بتاعت إلي الخدوري بهذا المعنى من وضع البزر الأولى لفكرة استخدام القوة كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية جيل من النشطاء السياسيين بيوصفوا بالتنويريين سواء كان الأفغاني أو الأفغاني ولوه تاريخ طويل من دخول التنظيمات السرية فهمي جدعان في كتابه أسل تقدم عندما فكر الإسلام بيقول ملاحظة ذكية جداً بيقوله أن من الأشياء اللي تأثر فيها النقبة الثقافية الحديثة في العالم العربي بالغرب أهمية التنظيمات السرية وتقرأ بقى عن جورج زيدان في كتابه عن المسونية إطراء شديد على فكرة السرية والصفوة القليلة المحدودة التي تقدر طبعاً المرحلة الزمن اللي كان فيه كان هم لا شك إنه لا شك إن التنظيمات السرية نبتت مع الدول القومية في أوروبا حتى إحنا هنا بعد سنة 1900 كانت التنظيمات السرية ده استيراد من أوروبا وده متفق عليه ما فيش حد بيختلف عليه اختصر التاريخ الآن في سنوات 3-11 سبتمبر وأصبح كل ما نعرفه عن العالم أن الإرهاب بيعملوا المسلمين وبيستندوا فيه إلى مقولات دينية لفقهاء متشددين وكل ما قبل ذلك من تاريخ المسيح وهذا خطير أقول لك مثال وربما تكون الحاجة الوحيدة اللي كتبت عنه في الصحافة العربية ما كتبت عنه أنا في الدستور 2005 حصل في لندن تفجيرات شهيرة جداً وصفت بأنها تفجيرات لندن تفجيرات لندن دي وقت حدوثها كان على قائمة الكتب الأكتر مبيعاً في بريطانيا ضمن كتب أخرى طبعاً كتاب اسمه الإرهاب حرب أهلية في السورة الفرنسية مؤرخ بريطاني متخصص في طريق السورة الفرنسية اسمو دافد أندريس قرر أن يعيد النظر فيه الشائع عن وصف الإرهاب في الثقافة البريطانية فقال يا جماعة حرفياً في المقدمة أنه الإرهابي ليس شخصاً ملتحياً يحضر كنبلة رايسين أسفل جسر على نهر التايمز الإرهاب نشأ في السورة الفرنسية وأصار كتب ضجة كبيرة في بريطانيا لأنه كان عكس السير كل الإعلام الغربي أو معظمه كان يتحدث عن الملتحي المسلم المتدين المتشدد قال يا جماعة تعالوا شوفوا إيه اللي حصل في فترة لما كانت فرنسا عرضة لاحتمال غزو أجنبي وحصل تمرد في باندي على محاولات روبس بير وأنصاره فرض عبادة العقل وهدم الكنائس وإجبار المسيحيين على التخلي عن مسيحيتهم بالقوة انتفضت هذه المنطقة وكانت ريفية وكان هواها ملكي كانت ميالة إلى مناصرة حكم أسرة البربون اللي أطحت بها السورة هذا المكون هذا المزيج أدى إلى صدمات عسكرية قتل فيها الناس بكل الوسائل الوحشية التي تتخيلها والتي لا تتخيلها حتى أنه مصادفة يعني اكتشفوا كتاب متجلد بجلد بشري في أحد المكتبات الفرنسية من أثار الممارسات اللي هي الشهادات هذه الفترة سلخ جلود المعارضين للثورة كان تقليدا عاديا جدا وبالتالي أنت تتحدث عن تاريخ يراد ألا ينظر إليه أبدا إرهاب يجب ألا نرى وأنا توقف فقط أمام إرهاب مجموعة من الناس وهو مدان لأن حد يقول لك أنت يعني زين تبرروا لا تبرير في سفك الدماء لا بخطاب بيني ولا بخطاب علماني لكننا نحاول أن نعيد التوازن إلى الحقيقة مثلا هذه الشهادة ده تقرير وأصبحت عندي طريقة يعني في التعامل مع مسألة التوسيق لها صلة بطبيعة المصدر إزاعة هولندا العالمية أعتقد جنالة من الداعشية ولا متأسلمة ولا أحزنون ده تقرير منشور في سبتمبر 2010 عنوانه الجهاديون يستلهمون تراث العلمانيين الاستشهادي بيتكلم فيه عن محتوى رسالة دكتوراه حصل بها باحث عراقي كردي اسموماه ريوان قانع بيتكلم عن فكرة في المنطقة الخطورة هي فكرة الخلود العلماني أنه أصبح لدى العلمانيين كما تعلم في حزب العمال الكردستاني تصور لفكرة الخلود الدنياوي توازي عند المسلم المتدين أو المتدين من طبعا الإرهاب بقى ملصق بنا بشكل مبدئي الذي يتوقع عن يرى الحور العين في الآخرة أدموله شكل من أشكال الخلود الدنياوي وتحدث عن أنه أول من رب هذه الفكرة في أزهان البشر الدولة القومية الحديثة في أوروبا وبالتالي حتى الأصول المعرفية وهذا وهدف هذا اللقاء على فكرة أصوص صلاح أنا لا أنفي أن ثمة ما يمكن أن يؤدي إلى استخدام الإرهاب في أي ثقافة سواء كانت الثقافة الإسلامية أو غيرها لكن القصر والحصر والإلصاق الجزافي بكل ما هو ديني أنه إذا حدث انفجار في باريس ده ده أدوارد سعيد بعد 2001 وقبل ما يتبين أي شيء بعد 11 سبتمبر اتصلت بيه صحيفة وأظن من الزاكرة كده أنها الواشنطن بوست أو نيويورك تايمز بيسألوه عن رأيه في الواقع فتخانق مع الصحفي على التليفون قال له اتصالك بي أنا بالتحديد اتهم ضمني نحن لم نعرف بعد ما فعل الواقع لماذا تتصل بيه كشخص من أصول شرق أوساطية اللي تسألني عن هذه الواقع بالتحديد أصبح فيه آلية إرهاب إسلام إرهاب وتشددين مسلمين علينا أن ندفع الأسباب أخلاقية ومعرفية أنا سمعت حضرتك بتتكلم معان دول منظمات جلسة مخابرات دعم الداعش والقعدة بشكل مباشر ربما بملايين الدولارات وتم إثبات ذلك وده لأنه له أهداف كتيرة والحياء ده مدهش بالنسبة لي ده شكلوا تحالف من تقريبا 74 دولة للقضاء على داعش في السوريا والعرق سخروا إمكانات العالم كله لمحاربة هذا التنظيم فده اللي بيبقى مش قادر أفهمه يعني إزاي كده اكتب على جوجل لافارج وداعش شوف النتائج اللي أطلع بك فيها نتائج على فرنسي بن كاتر فيها نتائج على الحرة هي قصة من قصص وليست القصة الوحيدة صدم العالم بقرار من وزارة الخزانة الأمريكية بتغريم واحدة من أكبر شركات الأسمنت في العالم غرامة ضخمة بداعي أنها مولد داعش شركة لفارج الفرنسي بعد صدور الحكم عليها أحد المسؤولين فيها أصبح على لوائح الإرهاب الأمريكي فأراد أن يبرق نفسه فنشر معلومات خلاصتها لم أدفع ولا أعرف من دفع وهذا عمل المخابرات الفرنسية وطلب الكشف عن وسائق في الرئاسة الفرنسية في الإليزي حتى يبرق نفسه لأنه في النهاية تحمل مسؤولية ما لم يفعل ثبت أنه ما ادعته إدارة الشركة في البداية من أنها دفعت حتى تدخل المواد الخام ويخرج الإنتاج لم يكن صحيح وأن الأرقام التي دفعت كانت أكبر من هذا وأنهم باعوا أسمنت اللي داعش تبني تحصنوات وأن كل هذا تم من وراء إدارة الشركة الحقيقية المخابرات الفرنسية تورطت في هذا وليس التورط الوحيد لكن ديبة أصبحت قدام القضاء وأصبح فيه معطيات منشورة وأصبح فيه تقارير على وكالات أنباء ومواقع صحفية شديدة المصدقية ببساطة اكتب حضرك لفارج وداعش وشوف النتاج اللي تطلع لك والتفاصيل المرعبية اللي في الموضوع ولا يعني هذا إنه هذا كل ما في الأمر الحماس للقيام بهذا العمل موجود عند كثيرين لكن من يضع نقطة الضوء ويجمع حولها الناس وينظمهم ويستخدمهم لتحقيق أغراض سياسية غيورة آيلاند السفاح الذي وضع خطة الجنرالات التي تطبق الآن في غزة ومدارها تجويع الشعب لإرغامه على الخروج كتب مقال ده قالته جريت الشروق المصرية في 2014 المقال الشروق بتنشر مختارات من الصحافة نشر المقال ده مترجما عن على ما أظن ليدوعة أحرهود يعني ما زال موجود حتى الآن بيقول فيه إنه في 2014 قبل أن تظهر داعش بعشرة أو حداشر سنة زارنا جنرال روسي من إحدى الهيئات الأمنية الروسية وحكى لنا ما حدث لاحقا بدقة مدهشة من شاء أن يقول إنه عنده قدر على التنبؤ وإنه دا زكاء شأنه بس أنا مش أدر أبلع المسألة دي وقال إنه توقع حدوث انهيار في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق وظهور جماعة تتوسع وتحاول أن تنشئ خلافة إسلامية وإلى قبل الواقع بـ 11 سنة من شاء أن يعتبر هذا توقعا شأن لكن أنا أعتقد أن وراءه أنه في الأمر تورط وليس مجرد محاولة استشراف المستقبل بدقة هناك الغاز عندما تكشف أو تحفر وراء ما يحدث في المنطقة العربية بدعوى الإرهاب تتيقن من أن أطرافا استفادت أطراف سياسية استفادت من هذا الأمر استخدمت برضو لفظ اللي هي هراوة الإرهاب وتكلمت أنت برضو مركزت على فرنسا يعني باعتبار أنه فيه عداء قديم بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وتكلمت على أنه وقعت أو حدث 11 ستمبر تحديدا كان يتمناه بعض الكتاب يعني الفرنسيين كتبوا بأنه ده كان يتمناه أي مواطن فرنسي ده كلام خطير جدا أستاذ الممضوح ده كلام موسق به خليني هنا بقى نيجي للنقطة اللي حضر أيضا بتتكلم فيها وهي مسألة غابة التفسيرات التي ندخلها عندما نحاول أن نفهم الإرهاب الأصل المعرفي اللي حضر أيضا بتتكلم عنه ده أقدم بكثير من 11 سبتمبر هناك صدع ثقافي وفكري كبير في الغرب بين نموذج الفرنسي ونموذج الأمريكي ما بعد 11 سبتمبر قرب الطرفين لكن قبلا والمجلس القومي المجلس الأعلى للثقافة تقريبا قبل نشأة المركز القومي للترجمة بقليل ترجم كتاب مهم جدا وضخم لبدر الدين عاردوكي اسمه نزعة وصول نزعة الأعداء لأمريكا كتاب في منتهى الجمال مؤرخ فرنسي بيقول يا جماعة أكتر مكان في العالم فيه كراهية الأمريكا هو فرنسا والصراع بين نموذج الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية ده قديم في الثقافة الأورى الغربية وبالتالي عندما تحاول أن تفهم دفاع البعض زي تريميسان مثلا كتابه الخضعة الرهيبة الأمريكان اعتبروا أن طعنة الفرنسية عنيفة جدا لهم وهم في مواجهة الإرهاب لأن تريميسان أنكر 11 سبتمبر كلها أو قال حاجة معناها أنها مؤمر أمريكي النص اللي حضرك بتتكلم عنه ده نقرأ أو نقرأ جزء منه أحد التصورات المتصلة لمسألة الإرهاب واردة في هذا النص مقال في الموند الفرنسية بعد 11 سبتمبر مباشرة وعنوانه روح الإرهاب الكاتب جامبو ديارد بيتكلم جامبو ديارد عن أنه حدثة 11 سبتمبر أم الأحداث والحدث الصافي الذي يشكر جوهر كل الأحداث الحدث المطلق تجاه القوة المطلقة الحدث الذي حلمنا به ده كلام بو ديارد ولم نفعله تجاه القوة التي استبدت بالجميع ده خطاب القعدة لو حتى القعدة كانت ضربة كأنها للتشافي ملهاش هدف معين يعني أمريكا لا تسقط ولا القعدة هدف استراتيجية تيري إيجيلتون هو واحد من أهم المفكرين البريطانيين الآن هو واحد من أهم المفكرين الغربيين يتحدث عن أنه الإرهاب القعدة إرهاب حداثي مش إرهاب بين بمعنى أنه يستلهم روح الحداثة ويستخدم وسائل الحداثة كتابوا الإرهاب المقدس نحن أمام أشياء تحتاج إلى تأني وإلى تفكيك ولهذا السبب الجزء اللي كان مقرر نتكلم فيه عن تفسيرات الإرهاب وهي كثيرة جدا لأنه أنا جماعت فيه نص كده عشرات التفسيرات اللي هبهم مصادر الغربية أحد هذه التفسيرات مثلا مصدر التفسير كان شائع جدا بعد 11 سبتمبر وتبناه جورج تينيت تبناته المخابرات الأمريكية وتبناته قدارة جورج بوش لفترة الإرهاب صنعه الاستبداد في العالم العربي بوضوح وإنه الحل في القضاء على الاستبداد في العالم العربي حتى يتوقف هؤلاء اليائسين عن الظهور ومحاولة استهداف الغرب وتحميل الغرب مسؤولية بؤسهم هذا الكلام لا يارد في الخطاب التحليلي عن الإرهاب على الأقل كفرضية كوجهة نظر كرأي مرفوض حتى يقول كلام الربط آلي واحد زائد واحد يساوي اثنين وهذا في الحقيقة معرفيا خداع سيد ممدوح الصحيح الفرانكفونيين يعني كانوا أكثر وحشية وشراسة في تنظيم القعدة أو داعش إيه أسبابه والله في الأمر تفسيرات لكن هو في وقعة حصلت في 2018 إنه نشرت دراسة جاءت بيانات المقاتلين فيها من المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في مشروع في جامعة ميريلاند الأمريكية وبعد نشرها على موقع أحد المراكز موقع معهد بروكنجز للدراسات حدث جدل بسببها وزيلت من على موقع المركز الدراسة بتقول فكرة خطيرة جدا جدا هي إنه بعض الأكثر تطرفا كما أشرت حضرتك جاءوا من دول فرانكفونية أو كانت تحت الاحتلال الفرنسي وبالتالي ليس من المستبعد أن تكون الثقافة الفرنكفونية نفسها منبع من منابع الإرهاب الاستنتاج جريء جدا وأنا أميل إليه ليس بشكل طبوعي وإنما لأنه الثقافة الفرنسية تتسم بسمة ما تزال حتى الآن موجودة بدرجات قلت عن القرن 19 لكنها ثقافة تتسم بالثورية الثقافة الثورية غالبا تميل إلى قطع المسافة بين المقدمة والنتيجة بفعل وليس بإجراءات يعني حضرك لو عايز تغير مجتمعك كما حدث في بريطانيا مثلا الإصلاح البريطاني لم يكن في دم وأد إلى ظهور الديمقراطية والدولة الحديثة والعلم وكل شيء ولذلك قصة مدينتين لتشارلز ديكنز كانت محاولة لإبراز هذا الاختلاف إنه التنوير لم يكن طريقا واحدا ودخول عالم الحداثة لم يكن واحدا وما حدث في بريطانيا كان أكتر سلمية بكثير مما حدث في فرنسا الطبيعة الجزرية للتنوير الفرنسي أثرت في المزاج العام للمجتمع الفرنسي حتى الآن وصولا إلى فكرة التغيير العنيف بالقوة السطرات السفراء البعض يعتبرها تعبيرا عن هذا إنه حتى في الولايات المتحدة الأمريكية لما حصل حالة احتجاج ضخمة جدا كان يسموها حفلات الشاي وكانت سلمية وهادئة اكتصحت المجتمع الأمريكي ودأت جرز انذار ضد الثقافة السياسية السائدة لكن لما يستخدم عهوف حركة السطرات السفراء الأمر اختلف وكان فيه اشتباكات مع الشرطة وكان فيه اشتعداد للدخول في حالة عنف مع السلطة القائمة هذه سمة فرنسية المركز طبعا لما برضو فيه سمات فرنسية تتسم بالهدوء والحوار وتقبل الآخر كل ده كلام جميل انا احب لما اتوقف امام موضوع للدراسة لا اقع في فخ التعميم المبالغ فيه ولا التخصيص المبالغ فيه هذه الدراسة توفر لها يعني شكل من اشكال المنهجية وكاتب الدراسة في النهاية بيقول حرفيا حجم العنف والخوف الذي تنتجه هذه الدول الفرنكفونية يتطلب منا تحقيقا واسعا لتلك الدوافع بعيدا عن التفسيرات النموطية النموذجية فما ينفعش لما مجتمع بينتج إرهابيين تقول لي والله ألبير كامو رواياته رائعة اه اوكي رواياته رائعة وهيفضل في المجتمع الفرنسي مصادر للإبداع وللفن وللجمال وكل شيء لكن اذا وضعت يدك على سيمة في ثقافة هذا الشعب لا اصلا بالعنف فهم بغي ان تدرسها كما هي انت اذا قرأت اعترافات الجنرال اوزاريس عن التعذيف في الجزائر سترى وجها اخر للفرنسا ويأثرت ضجة كبيرة جدا لما نشأها في فرنسا عندما تقرأ ما كتبه الباحثون الذين تخصصوا في تاريخ الاحتلال الفرنسي للجزائر ستكتشف ان الفرنسا وجها اخر غير الوجه التنويري مختلف تماما انا كتبت اول كتاب في حياتي سنة 94 نشر سنة 94 كان عن معاناة الاقليات المسلمة في العالم وخصصت فصل عن سياسة الفرنسيين في الجزائر مر على الكتاب الان ما ربعه تسالي النهاردة قد ايه كتير اكتر من 25 سنة ربما 30 سنة لا انسى ما قرأته عن الجنرال كابينياك قائد عام للجيش الفرنسي ذهب الى مضارب احدى القبائل لم يجدهم عسكر في المكان لما تأكد من ادلة الصحراء اللي معاه انهم لا يكذبون الى ان امسك باحد افراد القبيلة كان خارج الاقتضاء شيء ما تحت التعذيب قال له القبيلة جمعت كل ما له قيمة وطلعت في كهف في الجبل فصعد امام الكهف ووضع متاريس حديدية واشعل النار في القبيلة كلها داخل الكهف بعد ان هدأت النار دخلوا فوجدوا مشهد لا يمكن ان يصفوا اي لغة الحيوانات غريزيا عندما بدأ الاكسجين يقل فيه داخل الكهف بدأت تخرج وقدرة الانسان على مقاومة جسد حيوان اذا كان بقرة او جموس او شيء من هذا النوع تكن تكون معدومة فوجد بشر تطأهم هذه الحيوانات والكل متفحم في كتلة واحدة واصبحت هذه الطريقة تسمى جهنم وطبقت لاحقا في الجزائر في عدة اماكن هذا ليس استعمارا استعمار عرفناه في اماكن كثيرة البريطانيين كانوا مستعمرين والهولنديين والبرتغاليين لا الفرنسويين في الجزائر كشفوا عن وجه دموي للثقافة الفرنسية ليس لهم نظير في القتل والقتل تحت التعذيب وسلخ الجلود حتى الان في معركة بين الجزائر وفرنسا بتربط ده بالعلمانية؟ طبعا ده سؤال مهم ده سؤال مهم جدا شوف فيه كتاب ترجمته الفين اثنين وعشرين اسمه فضاء المقدس ليعرف الفراغ رسالة دكتوراه حصلت به الباحثة عن درجة الدكتوراه من جماعة امريكية عن تاريخ الالحاد السوفيتي اكتر حاجة لفتت نظري في هذا الكتاب تأكيد الباحثة من وسائق الحزب الشيوعي السوفيتي واحزاب الشيوعية اخرى ان قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي كانت ترى نشر الشيوعية مرحلة من العلمانة اهمية الكلام ده ايه انه كتير من العلمانين العرب لما تقول يتحاد السوفيتي تكياه بجرمي بولك نعمل العلمانين من numerاش دعوة انت لا تتحدث عن علمانيتك انت لما حضركت تقول لي انا ليه وجهة نظر في الواقعية في السياسة الدولية الواقعية لها تعريفة و لها مراجعة وأقدر أقول أنه لما أسسها مؤسسها الأول قال كذا والأجيال اللاحقة قالت كذا لكن العلمانية العرب كل واحد عايز علمانيته والشخصية طبعا جماعة هذه رسالة حصلت بها صاحبته على درجة أكاديمية واعتمدت على وسائق قادة الحزب الشيوعي السوفيتي كانوا يعتبرون أن نشر الشيوعية مرحلة من مراحل علمانة الاتحاد السوفيتي بكل شعوب وبالتالي الفصل بين الشيوعية والعلمانية لأن بعضهم لما تتلموا على جرائم الشيوعية لك لأ دي جرائم يتحمل مسؤوليتها الإطار العديولوجي الشيوعية وماش العلمانية لأ هم كانوا شايفين كده وكانوا يدركون على مدى سبعين عاما أن هذه علمانة اعترض عليها كما شئت لكن لا تنفيها لا تملك أن تنفيها وبالتالي العلمانية إذا لم تمنع هذه الجرائم تسأل عنها سواء كانت في تجربة الشيوعية أو تجربة النازية أو تجربة موتسيتونج أو تجربة أخرى فما بالك بقى بأنه ثم تمن يرى أن العلمانية مسؤولة عنها مسؤولية السبب والنتيجة خذ مثال ريتشارد ويكهارت وكتابه ترجم إلى العربية مؤخرا من داروين إلى هتلر وقدرا برضو رسالة دكتوراه حصل بها على الدرجة من إحدى الجماعات الألمانية الكتاب أنا ترجمته بالكامل إلى أن أكتشفت أن فيه دار ترجمته ونزل السوق يعني فكان من حظي أني قرأته كاملا قراءة دقيقة بعناي الراجل بيقول ببساطة يا جماعة إذا لم يكن داروين فلن يكون يتلر وبالتالي وجهة النظر اللي بتوصد بأنها أحد مؤسسي العصر الحديث لما تقرأ في الأدبيات يقول لك كوبرنيكوس وداروين وفرويد دولة اللي عملوا العصر الحديث بما فيه من عقل نية وحداسة ورشد وما إلى ذلك طب يا جماعة النهاردة العلوم الإنسانية في دولة كألمانيا بتقول نتائج درساتها أنه استباحة الدماء على يد هتلر لم يكن ليحدث لو لا إيمانه بالداروين الاجتماعي الداروينية تتحمل مسؤولية عن زوره هتلر والعلمانية تتحمل مسؤولية عن هذه الجرائع على الأقل لم يكن فيها القانون الأخلاق اللي زي يمنعه في موضع أيضا مهم جدا حضرتك تكلمت فيه في ما يتعلق ب فشل الدولة القومية وأنا لاحزتي أنه حضرتك بتعتبر أنه إحنا كشرق أوسطيين أو كعرب استوردنا هذه الدولة فشل هذه الدولة تحيله حضرتك للعلمانية فيما يبدو يعني وأنا عايز برضو أفهم من حضرتك أكتر في المسألة دي كمان اتكلمت عن الأحياء الطرفية أو الأحياء التي على هامش المدينة وأنه بالدراسات تم إثبات أنه غالبية العناصر المتطرفة تأتي من هذه الأماكن الطرفية وأنهم يعني قادمين من الريف إلى حواشي أو هوامش المدينة ويبدو برضو حضرتك برضو تأكد لي ده أنه حضرتك أسط أنه يبقى فيه علاقة بين ده وبين العلمانية مش بالمعنى ده بس هقولك من سنوات الطلب مني مركز دراسات عربي أني أعمل دراسة عن البيئات الحاضنة للإرهاب وما تزال منشورة على موقع المركز من المعطيات المهمة جدا في هذه الدراسة كانت دراسة قام بيها باحث أمريكي اسمه ميشيل موسو عمل إيه ميشيل موسو ده جاب عينة من 14 دولة إسلامية 14 دولة دول عدد سكانهم يمثل حوالي 60% من المسلمين في العالم وبالتالي هي عينة ممثلة إلى درجة كبيرة جدا وبدأ يبحث عن الفئات التي يمكن أن تدعم الإرهاب في هذه المجتمعات اكتشف أنه أكبر نسبة في عشوائيات المدن وهو يرى أو ما توصلت إلى الدراسة خلينا حتى نقرأ للناس تدقيقا لهذا الأمر يعني بيقول أنه النتائج النهائية للمسح أظهرت أن فقر المدن أو ما يمكن أن نسميه الأحياء العشوائية على حواف المدن الكبرى بي أحاضن الإرهاب وتشير المؤشرات المتصلة بفقر المستطلعين إلى أن 40% منهم عجزوا ذات يوم عن شراء الحاجات الغذائية الضرورية و44% عجزوا عن شراء الدواء إلى آخره والنتيجة بقى بتقول أنه 15% منهم يرون استخدام العنف لتغيير العالم مبررا أنت بالتالي أمام فشل للدولة الوطنية الحديثة في عدد من الدول المسلمة وفي الغالب دول المسلمة كثيفة السكان أدى إلى ظهور نطاقات حول المدن وتقريبا معظم من الدول الإسلامية الكبيرة فيها هذه الظاهرة عشوائيات المدن الأسباب التي أدت إلى تحولهم إلى ساخطين متصلة بفشل الدولة الوطنية الحديثة وليست متصلة بابن تيمية ولا ابن القيم ولا أسامة بن لدي متصلة بأنهم عجزوا عن أن يوفروا لأنفسهم ولعائلاتهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة وبالتالي تحولوا إلى السخط التحول للسخط ده أنا لا أبرره ولا أراه الحل الصحيح ولا أدعو إليه لكن أمامك معطيات ينبغي ألا تتجهلها فشل الدولة الوطنية الحديثة في مهمتها في مهمتها الاقتصادية والاجتماعية خلق بيئات حاضنة للإرهاب بحسب دراسات غربية مش بحسب رؤية أيدولوجية لإسلاميين أو داعشيين أو ناس معادين للعلمانية في العالم العربي بسمه مضوح نورتنا ومشرفتنا شكرا جزيلا إن شاء الله نكرر لقاءتنا ونفكرني بس لازم نعمل حلقة عن فروي لا الأفغاني لا يا فرويد إحنا نقطعه زي ما إحنا عايزين لكن الأفغاني محمد عبدو ده إن شاء الله تحت عبدت الحلقة القادمة شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالفضل